خلينا بقى نتكلم على الاهلي بقى ونفرح بقى ونتكلم عن واحد واحد كده سهمه في الانتصار مبارح وسهمه في البطولة في شكل عام وبالمناسبة يبقى يعني ظلم قوي لو احنا اقتصرنا فوز مبارح على لعيب بعينه او حتى لعبين تلاتة لان المجهود دايما بيبقى مجهود مشوار كامل وبطولة كاملة ومباريات كتير من خلالها بتقدر توصل لهدفك وتحصد اللقب المنتظر ده الامر الاهم يعني لعيبة النادي الاهلي ممكن انبارح البعض وجد نظر عند بعض المحاللين ومن خلال رؤيتنا المباراة طبعا عند الاهلي ممكن يبقى حسن من كابة كتير طبعا لكن كل مباراة لها ظروفها وفي نفس الوقت انت بتلاع فريق مش ضعيف يعني النادي الزمانك فريق كبير لكن الاهلي يستحق البطولة الاهلي يستحق البطولة ليه بقى؟ لان احنا بنتكلم على مشوار طويل الاهلي فعلا كان الاحق لما هتيجي تبص الارقام هتلاقي على مضار البطولة دي كلها الاهلي مخسرش غير مباراة واحدة بظلم تحكيمي واضح جدا لما اضطرد ايمان اشرف في ديئة 12 او 12 عام تذكر في مباراة النجم الساحالي هناك في تونس في ملعب رادس خسرنا واحد سفر في مستهل مشوار دور المجموعة من ساعتها الاهلي مخسرش خالص لا بره ولا جوه ارضه في البطولة دي الاهلي كان حقق انتصارات كبيرة جدا سأتعدل مع الهلال السوداني في مباراة صعبة قوي قوي في الخرطوم وكانت مباراة حاسمة في التأهل فاز على سانداونز هنا وتعادل معاه هناك في جنوب افريقيا والفريق اللي كان عمل معاك نتيجة كبيرة السنة اللي فاتت فاز كمان على الوداد ذهاب وقياب ودي حاجة كبيرة او انت تلاقي فريق محترم وقوي زي الوداد وتكسبه في الذهاب 2-0 وترجع تكسبه هنا 3-1 فدي كمان نتيجة كبيرة فكل ده كل ده يقول انك فعلا تستحق البطولة دي مجهود كبير قاموا به كل رجالة النادي اللي لقاها